السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين الكرام صباح الخير عليكم والله يصخر أموركم يا ربي اليوم الجمعة انتم منم لكل شي يكون مزيان الجديد دي القرعة دي القاطنة دور الصفيح مدينة التمارة مجموعة من التفاصيل بزاف ناس كيسولوا على يمتصحب الشيكايات وشكون هم الناس اللي داروا القرعة اليوم وعلاش غير 16 واحد فقط هنا غنحاول ونجاوبكم على بعض المعلومات اللي يعني وقفنا عليها وسمعناها وحضرنا عليها اللي كانت تعلقة 16 واحد دي القرعة هو انه كانوا واحد الناس اللي كانوا في السجن كانوا في السجن ويحق لهم الاستفادة يلا خرجوا مؤخرا او نابوا عليهم ناس غيرين بالوكالة او ما شبه ذلك وحضروا بشي دي القرعة وكان الناس اللي توفى لهم شي فرد من الافراد اللي كانوا غير يستافد بعدما كانوا ديرين شاركة او ما شبه ذلك تم تسوية الوضعية وحضروا القرعة دي اللي هم وكي اللي كانت خاصة شي ورقة دي الاطلاق او ما شبه ذلك او وثيقة من الوثائق اللي كانت خاصة جابها بعدما توضرات له في الدوسة او لضعت له او ما شبه ذلك القرعة قد وثفى 16 واحد من دوار بن ناصر ودوار اهل الحارت اصحاب الشيكاية وش داخلين في هذه القرعة ما داخلينش في هذه القرعة وكان شوفوا هنا سيد الباشا واعوان السلطة لكن في الاتجاه الاخر كان شوفوا مجموعة من الناس اللي هبطوا من دوار بن ناصر ودوار اهل الحارت يتساءلون على ما مصير اصحاب الشيكاية لانه لا تاريخ محدد ولا يعني توضيح في هذا الباب هذا الناس بغى تعرف غير شنو كين وبعد تدخل عوان السلطة في حوار مع الساكينة يؤكدوا لهم انه ان شاء الله في القارئ بغى تكون شي حاجة ويصبروا تلتني ان شاء الله وتقد الأمور كانت منه كانت منه من الله انه والأمور مشي باخر وعلى خير كما بدات نهار الأول اقسم بالله العالية العظيم ستشوفوا واحد المنظر ده بديل واحد السيدة اللي كلها كترعد والعيالات كتصبروا فيها غير صبري غير صبري غير صبري غير صبري ماشي الخاطرها وقاصة من بالله وانا كنظر معاكم الدابة في هذا الفيديو هذا اذا رفق ساعتها المسكنوية كترعد وكتقول بالحرف را خديس كتلي القلب را خديس كتلي القلب راني قاعدين تسطع كل مرة كنسمع القرعة وما كنكونش من الناس اللي في القرعة وفي لحظة من اللحظات دخل سيد باشا مدينة تمارا في تواصل مباشر مع الساكنة ديالدوار بالناصر ودوار أهل الحارت أرجعوا البيوتة ديالكم أرجعوا الديوركم حتى تواصل لنوبتكم وغادي يعيطوا لكم كنت منهم الله أنه تعالج الأمور وأشار أنه اللي عنده شي مشكل يمشي الملحاق اللي هو تاب عليها باش الأمور تقاد وتمشي الأمور على ما يرام وصحب الشيكايات رباقين غايت تصلوا بهم إن شاء الله وغادي تقاد الأمور كبير إن شاء الله حتى الناس اللي كانوا قالوا اليوم عندكم الملك وقادوا الوطائق ديالهم فاحتمال كبير إن شاء الله في القرعة القادمة إن شاء الله وتتم المنادات عليهم انطلبوا ربيد اللي فعل خير والله يصخر الأمور والله يصاب للجميع ما سألاش من هذا المرعيش وحد الضغط إن شاء الله يكون الخير السلام عليكم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة